اشتركوا في القناة اختلف القطاعات المكونة او المكونة للاقتصاد الوطني التعاون من اجل المنافع المشتركة وتحقيق الاهداف الوطنية لا يمكن الا ان يتحقق بالتعاون بين كافة المؤسسات وتعد العلاقة بين القطاعين العام والخاص محركا حقيقيا للنهضة الاقتصادية وفي كافة المجالات بمملكة البحرين وهي العلاقة التي يرى انعكاسها الايجابي جاليا في ملفات مختلفة على المستوى الوطني الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص وتعزيزها يمثل احدى الركائز التي تسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة فالقطاع الخاص شريك حيوي وفاعل ضمن فريق البحرين ويسهم في رفض مسارات التنمية فعلى سبيل المثال لا الحاصر اسهمت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نجاح موسم اعياد البحرين وهذا الموسم مساهم في انتعاش السياحة التي بدورها تنعكس على الحركة الاقتصادية للاقتصاد الوطني اي ان العملية التكاملية يساهم كل طرف فيها بالوصول للاهداف المشتركة والاهداف الفردية ومع انطلاقة العام الجديد تستمر جهود حكومة مملكة البحرين في تعزيز مسارات التعاون مع القطاع الخاص لبناء المستقبل المشرق للبحرين وابنائها وتتضح هذه الجهود في خطة التعافي الاقتصادي التي تسير عبر استراتيجياتها من اجل تعزيز الوطء الاقتصادي والمحافظة على سمعة البحرين كوجهة مثالية للاستثمار علاوة على مختلف المشاريع الكبرى التي تم وسيتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين وهذه الشراكة والمشاريع ما هي الا تأكيد على ان المواطن محور التنمية الوطنية ولذلك تنعكس هذه الشراكة والمشاريع على خلق الوظائف والمساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي كثمرة مهمة من ثمار هذه الشراكة مما يعزز تحقيق اهداف التنمية المستدامة في جوهر هذه الشراكة ترجمة نانسي قنقر